معنا يعني ملفات عديدة بس هنبدأ بالتركيز على المباراة الخاصة بالأهل وطلاعي الجيش والبعض قد يرى ان هذه المباراة كده من بدايتها مباراة سهلة ولكن العكس صحيح لان او هنتكلم عن طريق طلاعي الجيش تحديدا هو فريق عنيد في نفس الوقت هو كان ليه صبقة معانا قبل كده كان سبب من اثبات طبعا قصارتنا ليه الدوري منتكلم عن طبعا التعادل اللي حصل خليني ابدأ مع حضرتك بالنقطة دي اكيد هي مباراة مش سهلة طبعا الناس بتقول ان هي سهلة لكن العيبة اللي طلاعي الجيش اكيد عايزين يثبته العكس عايزين يطلعوا كل اللي عندهم هي دي النقطة اللي حيشتغل عليها طبعا الجهاز الفني بقيادة كابتن عبد الحبيد بسيوني اللي طلاعي الجيش لكن في الواقع انا طبعا قصرتهم الاسبوعين اللي فاتوا كنت بروح احضر التدريب طبعا ده ندية وعبد الحبيد بسيوني صديق لي وزميلي كنت بروح التدريب بتاعهم بصراحة هم مش جاهزين قوي المباراة تفجأة اتحددت فجأة يعني قالوا لهم هتلعبوا كمان اسبوعين لعيبة ما انضمتش صفقات لسه ما انضمتش انا عندنا 12 صفقة في طلاعي الجيش بس فعليا فعليا اللي حينضموا للمباراة انا لسه متكلم معهم اربع لعيبين فقط الصباحي من اتحاد سكندري ميدو جابر من سيراميكا الجويني لعب صفاقسي تونسي مدافع وكريم الطيب من كيرامدس دول اللي اكيد حيكونوا موجودين معرفش بقى مين حيشارك اساسي مين مش حيشارك الله اعلم طبعا المشكلة في طلاعي الجيش كمان حتة ان حتة الخط الهجوم كله مشي عمر جمال عمر مرعي دولة ما اللعيبة ستة من القامر الاساسي اه يعني طبعا الله يكون فوان عبد الحميد بسيوني بصراحة لان الموضوع صعب جدا اه عايز اقول لحضرتك اه الدوري خلص لعيبة مجهدة ما عملوش فترة اعداد القوام ان بيخش عليك كزا لاعب وخصوصا لعيبة جداد كتير عشان تجهزيهم بدنيا وفنيا وان هم يخشوا وسط الفرقة الموضوع ده صعب بالنسبة طلاع الجيش موضوع ده مش موجود في النادي الاهلي لان الاهلي محتفظ بقوامه الرئيسي واللي حيشارك بيه في المبارة احنا عندنا برضو صفقات جديدة بس النقطة اللي حريك ذكرتها دلوقتي بتاعت اللعيبة او الصفقات الجديدة تحديدا لطلاع الجيش ربما البعض بياخدها ان هي ميزة وعيب يعني او نقطة قوة او ضعف بمعنى ان انا ممكن اقول انا عندي 12 لعيب جديد حتى لو هيشارك بينهم اربعة بس انا عندي فريق لسه جديد ده ممكن يكون لصالح طلاع الجيش ان الاهلي دلوقتي بيلعب فريق هو مش عارف بالزبط اللعيبة بتاعته عاملة ازاي دي نقطة النقطة التانية اللي قد تؤخذ بقى على طلاع الجيش ان انت عندك لعيبة جديدة لسه زي محضرتك قلت الموضوع سريع جدا لسه ما فيش التلائم مع اللعيبة لسه ما اخدوش على بعض لسه ما فيش هذه الروح في الملعب فدي برضو قد تكون يعني نقطة سلبية دي الاغلب اللعيبة لسه مش متفاهمة مع بعض دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي يقل بدنية فيه لعيبة عايزة تجهز كتير يعني حيثة ان ان اجهز في اسبوين دي استحالة الانسجام كمان مهم جدا والانسجام طبعا يعني ما قلنا الانسجام دي نمرة واحد والي يقل بدنية نمرة اتنين خاصة ان المطش كمان يعني معلش أنا مستغرب من اتحاد الكرة نعمل مباراة السوبر بوقت اضافي يعني مباراة السوبر في العالم كله ما فيش النقطة دي فعلا فدي طبعا يعني لو الجيش صمد الشوطين الرئيسيين مش هيصمد في الوقت الاضافي طبعا يعني شيء بشيء يذكر ليه فعلا ده بس في مصر يعني ليه بنشوف ده بصراحة احنا بنشوف حاجات كتير غريبة في مصر اولا اقامة اللقاء في الوقت ده صعب يعني ما كانش مفروض حط احنا بنعمل كل المطشاط وكل الدوري والكاس والسوبر بنعملوا ليه مش عشان منتخب مصر طيب منتخب مصر دلوقتي في وضع لا يحسد عليه طب ليه من نلغيش كل ده ونجمع منتخب مصر من دلوقتي خصوصا ان فيه جهاز فن جديد موجود مستر كيروش يعني عايز يتعرف على اللعيبة فكره يوصل للعيب هيوصل امتى ان احنا نعمل تجمع يوم 28 ونلعب مباراة يوم 30 مباراة الده طب هو حيدي فكره للعيبة المنتخب امتى ايو فانا شايف ان لقاء السوبر يتعامل في الوقت ده ما كانش مناسب كاس مصر لو تعمل في الوقت ده مش مناسب كان لازم منتخب مصر يتجمع دلوقتي بدون المحترفين على اقل اللعيبة يوصلها الفكر بتاع جهاز الفن الجديد ترجمة نانسي قنقر